كم الساعة الآن؟ بداية عليكم أن تنظروا إلى عقرب الساعات العقرب القصير هذا لاحظوا أنه يشير إلى الرقم سبعة بالضبط بالتالي الساعة هي السابعة انظروا إلى عقرب الدقائق وهو العقرب الطويل يشير عقرب الدقائق إلى الأعلى إلى الرقم 12 تماماً عندما يكون عقرب الدقائق على الـ 12 هذا يعني أن عدد الدقائق هو صفر بعد الـ 12 يمثل كل رقم خمسة دقائق إضافية الساعة الآن هي السابعة صباحاً تحققوا من الإجابة إجابة صحيحة السؤال الثاني كم الساعة الآن؟ لاحظوا أن عقرب الساعات أقرب إلى الساعة الثامنة من الساعة السابعة أي أن عقرب الساعات تجاوز السابعة لكنه لم يصل إلى الثامنة هذا يعني أن الساعة هي السابعة كم عدد الدقائق؟ يبدأ عقرب الدقائق من الأعلى عند الـ 12 حيث يكون عدد الدقائق صفر وعند كل رقم بعد الـ 12 تضيفون خمسة دقائق حتى تصل إلى عدد الدقائق التي يشير إليها عقرب الدقائق إبدأوا بالعد صفر، خمسا، عشرة، خمسة عشر عشرين، خمسة وعشرين ثلاثين، خمسة وثلاثين أربعين، خمسة وأربعين خمسة وأربعين دقيقة بعد السابعة الساعة الآن هي السابعة وخمس وأربعون دقيقة السؤال الثالث كم الساعة الآن؟ عقرب الساعات بين الساعة الواحدة والثانية تذكروا أن الوقت يتحرك مع قارب الساعة بهذا الاتجاه أي أن عقرب الساعات تعدى الساعة الواحدة لكنه لم يصل إلى الساعة الثانية الساعات هي واحدة حتى تجدوا عدد الدقائق عليكم أن تعدوا ابدأوا من صفر ثم أضيفوا خمسة دقائق حتى تصلوا إلى الدقيقة التي توقف عندها عقرب الدقائق صفر خمسة عشرة خمسة عشر عشرين خمس وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين أربعين خمسة وأربعين الساعة الآن هي الواحدة وخمس وأربعون دقيقة السؤال الرابع عقرب الساعات بين الواحدة والثانية تجاوز عقرب الساعات الواحدة لكنه لم يصل إلى الثانية بعد أي أن الساعة هي واحدة حتى تعد الدقائق ابدأوا من الاثنى عشر صفر خمسة الساعة الآن هي الواحدة وخمسة عشر دقيقة السؤال الخامس يشير عقرب الساعات إلى الثانية تماماً ويشير عقرب الدقائق إلى الاثنى عشر تماماً أي صفر دقائق الساعة الآن هي الثانية مساء ترجمة نانسي قنقر